يجب أن نشير إلى أن المواثيق الدولية ومثاق حقوق الإنسان على رأس كل تلك المواثيق الاتفاقيات الدولية أيضا البروتوكولات كلها نصت على حماية المرأة حماية حق الإنسان في تمدرس في الصحة في حماية حقه في الحياة أيضا دون الاعتداء على ذلك هذا من الجانب الدولي وهذا ما يعكس ردة الفعل الدولية التي صاحبت هذا الحدث نعود إلى الجانب الداخلي أيضا القوانين الجزائرية قانون العقوبات قانون الأسرة قانون المرأة قانون الطفل كل تلك القوانين تناصف أو تؤيد حق المرأة في الحياة في الدراسة في الصحة في كل الحقوق التي كفى لها القانون وعلى رأس كل ذلك كفى لها الدستور وأعود بالدرجة الأولى إلى الدستور 2020 وهو الدستور الأخير خاصة المادة ربعين منه والتي تنص صراحة على يجب حماية المرأة من كل أشكال العنف كل أشكال العنف أخص بالذكر مهما كانت في كل الأماكن سواء في العمل في الشارع في البيت من أي طرف كان وأن الدولة وعلى رأس كل ذلك النيابة العمومية تحمي المرأة المعنفة حتى في حالة لجوئها إلى القضاء لاسترداد حقها والمطالبة بحقها وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات اللواتي يطلبن حقهم لكن نعود إلى الواقع كل ذلك هي ترسانة قانونية سواء القانون الدولي أو القانون الداخلي لكن غير مفعالة لكن اليوم نعود إلى غياب الجهات المعنية أنتم ذكرتم العديد منها لكن أيضا نسيتم وزارة التضامن نسيتم أيضا مفوذية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ترجمة نانسي قنقر